موسيقى موسيقى حياكم الله مشاهدين وهلا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي الاقتصاد في ساعة هي الحرب فالاسم يغني عن التعريف والصور تغني عن الكلام ونتيجة ليست سوى الدمار والتنكيل هذا هو واقع العراق اليوم بعد أكثر من شهرين على بدء الحرب الدولية على تنظيم داعش فمحاولات التفجير والتشريد التي تنتهجها تنظيمات الإرهابية كل يوم وحجم التمويل والدعم لهذه الجماعات الإرهابية سواء من الداخل أو الخارج ربما تحمل هذه العمليات رسائل وأهداف عديدة لكن السؤال الملح والمهم مشاهدين هو ما هي الطريقة لضرب الإرهاب من جذوره وتجفيف المنابع من المنظور الأمني الذي يواجهه بشدة أو من المنظور الاقتصادي الذي يدعمه ويموله اقتصاد الإرهاب هو موضوع حلقة اليوم من برنامج الاقتصاد في ساعة مشاهدين فأهلا بكم وأسمح لي أن أرحب بضيفي في الستوديو الدكتور هلال الدوليمي وهو البحث في الشأن العراقي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا نعم دكتور هلال ونحن نتحدث عن هذا المفهوم الذي أصبح الآن جدا متداول في الأوساط الإعلامية نتحدث عن اقتصاد الإرهاب وعندما نتحدث عن اقتصاد الإرهاب نتحدث عن اقتصاد تنظيم الدولة بشكل رئيسي أنت تعلم أن تنظيم الدولة اليوم وصل إلى مرحلة أنه يمتلك مسحات شاسعة في العراق وسوريا يمتلك أيضا ويحكم ما يقارب ثمن ملايين نسمة إذن هو يمتلك مقومات اقتصادية مهمة من الغاز إلى النفط هل يمكن أن أتحدث بطريقة اقتصادية أن هذا التنظيم هو يملك فعلا أو يرتقي إلى مقومات دولة بموارده الاقتصادية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى وبعد الإرهاب بمفهومه العام هو تصنيع دولي وليس تصنيع محلي وافد إلى المنطقة وليس مصنع داخلها أو مبتكر من داخله لكن هناك عوامل هذه العوامل العديدة هي التي شجعت على نمو الإرهاب والتطرف نتيجة عدة أسباب منها ما تعرضت له المنطقة خلال فترة الخمسينات والستينات واحتلال فلسطين وما تلاها وتجنب العالم لمشاكل هذه المنطقة بشكل أساسي نمت هناك مجاميع تؤمن بأنه المنظومة الدولية لا تؤمن بالقانون الدولي وإنما تسخره لمصلحتها وبالتالي على هذه المجاميع وهذه المجتمعات أن تدافع عن نفسها بالطريقة التي تراها فبالتالي هذا كان الأرضية الخصبة نعم إضافة إلى الظلم والاستبداد وما إلى ذلك نأتي إلى قضية هل الاقتصاد لكل حرب مقاوماتها وأهم مقوم من مقاومات أي حرب كانت هو الاقتصاد ولكن لماذا تستهدف المناطق الساخنة التي تقام فيها ثورات وتقام فيها احتجاجات إلى الإرهاب في الوقت الذي يعاني الشعب منه خاصة القضية العراقية وقضية السورية أيضا نعم الشعب يعاني من اضطهاد منظم هذا الاضطهاد المنظم دفع الناس إلى التظاهر وإلى الثورة فبالتالي دخول هذه الجماهير بمواجهة مسلحة مع الدولة أو ما تسمى بالدولة دورة الاحتلال لأنه نحن نؤمن بأن ما يجري في العراق ليس مجتزاً على داعش متوقفاً لا داعش وإنما ما سبق داعش ما سبق داعش هو التأسيس لميليشيات تحمل أسلحة وتقتل في الشارع وتمول مقبل الدولة وتستغل سيارات الدولة هذا التطرف السمينا في حلقة سابقة الإرهاب المقدس الذي ترعاه الدولة وترعاه دول وتدرب وتعلن يومياً أنها تقف معه جعل من الطرف الأخر أنت تتحدث عن صيغ مشروعة للإرهاب نعم كانت برعاية كل دولة برعاية الدولة مثل الحالة العراقية نحن نتحدث عن الحالة العراقية ليست حالة مجتزة عن الحالة العامة في سوريا أو في الخليج أو في كل مكان ولكن أسس المشروع الإيراني الأمريكي في العراق تأسست على خلق القطبية وخلق القطبية هي أحد السياسات الاستعمارية القديمة الحديثة سياسة فرق تسود عندما أتوا إلى الشعب العراقي لم يكن هناك إرهاباً ولم تكن هناك قاعدة ولم تكن هناك قواعد لهذا الفكر مطلقاً نعم لم يكن حتى حواظ شعبية ولا يمكن أن تفكري في العراق أن هناك إثنان يعرف أحدهم الآخر وأنا أقول لك أمثلة كثيرة جداً أنه هذا من يافئ أو يهاذف إلا بالتلاصق المستمر يعني 22 سنة أستاذي يعتقد أنه زميله هو من الطائف الفلاني وإذا هو لا سني ولا شيء يطلع صابئي 22 سنة وزملاء دراسة في بريطانيا هذه ثقافة المجتمع العراقي الوافدين للعراق مع المحتل سواء كان المحتل الإيراني أو الغازي الأمريكي هم الذين جلبوا لنا سياسة الطائفية والتفرقة والتفتت الطائفة وبالتالي خلق القطبيات خلق القطبيات وفقه الميليشيات يعني دخلت الحزاب التي انشئت في إيران كل حزب لديه ميليشيا مسلحة لا تعمل ضمن غطاء الدولة ليس لها قانون ولكن تمول من أموال الدولة وتعطى صلاحية سعة الظلم الكبير لتعرض له المواطنون في العراق سنة وشعة ولكن التركيز يتم حسب آليات المشروع تعرفين أنه نحن في العراق مثلا لدينا مشكلة أزلية مع إيران هذه قضية لا يمكن أن نتخلص منها لأنها من سنة 2700 قبل الميلاد وهذه الحرب طاحنة الأمر الذي جعل كلما ارتخت الدولة العراقية وضعف الدولة العراقية كانت هيمنة إيران عليها كأول دولة وهذا عبر التاريخ نوباتها مستمرة والتاريخ يشهد بهذا الآن الاستثمار في الإجرام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب استثمرت هذا التوجه أيضا في أفغانستان قبل احتلال العراق ودفعت في حروب النيابة هذه المجاميع ومولتها وأسستها وأنشأتها وهذه أيضا أسست لها قواعد فقهية وناس تدعو لها لكي لا تعطي الصيغة أو اللباس الأمريكي لهذا المكون ولكي لا يشك فيه وأنا نحن لا نتحدث عن الجمهور أنا نتحدث عن القيادات نعم ونأتي الآن قبل الشهرين نعم داعش كانت في الشام نعم من أين كانت تمول لا يمكن لعاقل أن يقول أنها تأخوض حرب وتستثمر النفط اللي موجود كيف تبيعه بياصغة بيائسة من يشتري الأسلحة اللي عندها منين مو بس هذه المنظومة اللي نحن العالم الآن العالم يمركز عليه لكن هناك ثلاثة وثلاثين فصيل مسلح يستأرض بالأسلحة داخل بغداد وتحضر الحكومة بل يستشار كبار المجرمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئاسات الثلاثة في العراق يستشار إذن هل أنت تقلل يعني دكتور هلال يعني من فعلا قدرة التنظيم الدولة على انتلاكه وأن يكون فعلا قادر على إدارة هذه المقومات الاقتصادية يعني هو فعلا قادر يعني لديه النفط لديه الغاز الآن يعني هو يصل إلى صيغة من خلال المهربين لتكرير هو يأخذ النفط العراقي ويكرره في الرقة يقوم ببيع من خلال وسطاء يقوم ببيع النفط العراقي أو حتى السوري يعني لا يمكن أن نقلل من الجهد الاقتصادي الذي يفضل التنظيم الآن لا لا التنظيم أو من يقف وراء هذا الجهد الاقتصادي نحن نتكلم من الناحية الاقتصادية والفنية أنا مهندس نعم لا أستطيع أن أدير منشأة نفطية تحت الحرب وقتها في قصف الطائرات نعم إذن من يدير هذه المنشأة هذه المنشأة الآن هذه المنشأة الآن في العراق نتحدث عن العراق الموصل ليس فيها بئر نفط واحد ما فيه هذا الحكي نعم المصفات بيجيتو النفط يأتيها من كركوك إذن والمصفات لا تعمل بحدها يعني تعرفين هذا الأمر وهي تحت الحرب الآن بين الكر والفر وفيها لا يزال قوات ونصها بيدل يعني إذن هذا الاستثمار وهذا التركيز على أنهم يمتلكون مقومات دولة من خلال المؤسسات الاقتصادية التي تحت السيطرة هذا الكلام حقيقة بعيد عن الواقع الواقع الذي يجب أن نؤشره للعالم بأن هناك دعم دولي منظم يصل إلى هذه المجامع بشكل أو بآخر لاستنزاف هذه المنطقة وإيصالها إلى حد الرضا بكل ما يخطط لها خارجيا لأنه الإرهاب لا يعالج بالأسلحة الولايات المتحدة الأمريكية عندما غزاها الإرهاب حسب مفهومها ما عالجت بالطائرات نعم ولكن لماذا تعالجه بالطائرات والمدفعية في أراضينا نعم القصد الأساسي من الاحتلال أساسا ومن ثم تقويض السلطة الأمنية في العراق ومن ثم حل الجيش العراقي وتشكيل جيش طائفي كل هذه هي الأسس للمشروع لكي تخلق أرضية سهلة أن يدخل كل من يشاء إلى العراق بحيث لا يعرف يعني تود تحويل العراق إلى ساحة مفتوحة يعني العراق كان لائبا العراق كان لائبا في المنطقة لائبا أساسيا نعم رئيسيا حولوه إلى ملعب نعم والآن تشاهدين أنه تجدين يقولون نحن لم نشاهد فيه تلفازنا ولا في تلفازات العالم ولا أي صورة لأفغاني أو سعودي في العراق ولكن شهدنا قاسم سليماني رؤية العين في العراق نعم وهو مسؤول ومختلف الشهداء يعني وكثير من القتل الإيراني في العراق نعم نعم إذن هناك دولة ترعى الإرهاب والعالم ساكت نعم عن كل جرائمها تفجير المساجد ما قام به داعش تهجير الناس ما قام به داعش البراميل المتفجرة على الفلوجة وعلى الموصل وعلى المدن وعلى حتى الشباب اللي يصبحون في نهر دجلة تقصفهم الطائرات واستشل 23 شاب هذا لم يكنوا داعش إذن استهداف العرب في العراق سواء كان سنة وشيعة جماعة الحسن الصرخي ما هم دواعش حكموا على 41 واحد منهم بالإعدام بالمؤبد أو الحكم يتميز قد يصل إلى الإعدام وحرقوا جثثهم كما حرقوا جثث أبناء الفلوجة القصف المنهج على هذه المدن اللي عائد من الشمال لا يجد له ملجأ حقيقة الناس لماذا تساعد لماذا أصبحت حاضنة لداعش أو لأي تنظيم آخر لأنه تقارن ما بين حالتين الحالة التي أنا أكون فيها آمن في بيتي ولا يعتد أحد على عرضي ولا تسب مقدساتي أنا مع هذه الحالة بغض النظر لا تسأليني وأنا تحت سكين من الذي رفع السكين عن يعني هم لا يختارون ليس يعني بطيب خاطر لا لا الاختيار شيء والإجبار شيء ولكن دفعوا إلى أن يكونوا في هذا الموقف تفعل وأي شعب العالم لو يرعى بموضع الإراء دعنا الدكتور هلالي نعود إلى جوهر الموضوع كأني فهمت من حديثك سابقا أن هناك من يريد لداعش أن تظهر بمظهر قوة اقتصادية هذا هو الذي تود أن تبرزه من خلال جميع ما تتكلم به طيب عملية بيع النفط الآن يعني أنت تعلم يعني العراق يخسر مبالغ طائلة والميزانية دائما هي تعاني وخصوصا هذا العام من عجز يعني من يستفيد إذن يعني من يريد أن يورد داعش بصورة أن هي من تهرب وهي من تبيع النفط وبتالي من يستفيد من هذه العمليات جميعا الفوضى تخدم جميع أنت تعرفين أن أمريكا أتت بنظرية الفوضى الخلاقة التي تتخدم مصالحها بالأساس لا تخدم مصالح أهل المنطقة سواء كانوا من أي دين أمريكا لا دين لها ولا خلق لها عندما تعاملت مع الصومان تعاملت بلا خلق وعندما تعاملت مع أفغانستان تعاملت بلا خلق وعندما تعاملت مع فيتنام تنظر لهم تعادوا إذن القضية أنه يأتيني أحد من الخارج ليفهمني وأن أولاد المتحدة كانت جاءت تطبق حقوق الإنسان في العراق وتصبح العراق من دولة كانت قبل 2003 دولة والآن إلى لا دولة أصبحت حتى المؤسسات تدار من قبل الميليشيات التي هي غير نظامية ولا ترتبط بقانوة دولة اللي حصل في العراق أنه هذه الفوضى وهذا الضبابية في كل شيء الفساد يكثر تعرفين من تحاسبين من الأسلحة تباع لكل من هب وذب لأنه القابضين على أمور العراقهم ليست ساسة هم إصابات وأمريكا تعرف أنه إصابات لأن أمريكا لا تأتي بالشريف لكي يشاركها في احتلال العراق هذا حقيقة خلينا نسمعها كل المشاهدين الكرام بأنه هذه الحقيقة ما أتت بمنظومة تقود العراق وتحمل العراق وهم على بينه وكتاباتهم وذكراتهم بعد ما خرجوا من العراق كتاب بول بريمر سنتي في العراق نشير إلى هذا بوضوح إذن تهريب النفط إصابات مرتبطة حتى في هذه الحكومة ما تسمى الحكومة الحالية هي التي تدير وهي التي تدبر الأمر وهناك وساطات وليس في العراق حتى في الشام لو كان هناك النفط السوري يباع من الذي يشتري كيف تسير باخرة باسم أكس من الناس وبينما يتابع كل واحد هيرويني من يطلع من أي دولة لأي دولة إذن العملية انتقائية وعملية مدروسة الهدف منها استنزاف هذه المنطقة بشكل كامل الطرفين لأنه بالحالتين أنت تعرفين أنا لما كون عندي هدف كل الكتلة عدو واحد ولكن أنا أوهم واحد بأنه صديقي والثاني عدوي نعم فصديقي يكون إلى جانبي ولكن أنا أدعم الطرفين في سبيل أنه الثنين ينجزوا على بعض وهذا حقيقة ما يحصل في العراق ويحصل في الشام للأسف الشديد العقلاء الأمة تخلوا عن هذا الدور فبالتالي وكثر القتل أختي الكريمة لما المواطن أنت في بيتك يجي واحد يأخذ أختك لأنه أخوك مطلوب ويتعتقل هذه المرأة بجردة أبوها أو أخوها أو أبنها أو زوجها أو زوجها ومنهم حوامل نعم يعني يأخذون حوامل ويلدوا في السجون ويأخذون أطفالهم منهم ولدي شاهد عيان على هذا الكلام إذن حجم الإجرام لمورس قبل ما تجي داعش نعم حجم يعني الضغينة أو يعني يعني حقيقة لمورس على الشعب العراقي دفع دفعا أن يستنجد بأي كان نعم يعني لنكون واضحين يعني القدرة على شعب ثار قبل ما تجي داعش وحمل السلاح قبل ما تجي داعش داعش من أتت تقاتل من كان يعتدي على الأعراض في الشوارع نعم فإذن هذا الاندفاع نعم هذا الاندفاع إعلاميا أضطل بأن كل الموجودين داعش وعمليا رئيس الوزراء يقول هؤلاء معراقيين قبل ما تجي داعش من كانت المظاهرات نعم هل يضرب البيت يحرق وتهدم وتهدم المساكن وتهدم المساجد وتحرق المزارع لأنه داعش احتلت هذه المنطقة هذا ليس منطق هذا ليس منطق حكومة ولا منطق دولي ولكن نحن نرى نحن نرى بالعين الأمريكية فقط دكتور هلال نعم عندما نتحدث عن ظاهرة الإرهاب عندما نتحدث عن ظاهرة تنظيم الدولة يعني حرق الجميع المشاهدين حول أن هذه الظاهرة لديها أسباب ودوافع كي تكون ظاهرة منتشرة تحدث ضيفي في الستوديو دكتور هلال أدوليمي عن بعض الأسباب الاجتماعية خصوصا وحالة الظلم التي عانى منها مكون معين في العراق وهو المكون السني ما دفعه إلى لربما احتضان جماعة أو تنظيم مثل تنظيم الدولة لكن نحن لابد أن نقف مع أصور البيانية القادمة حول الدوافع والأسباب التي كانت وراء شيوع ظاهرة الإرهاب اقتصاديا كونوانا أهلا بكم مجددا مشاهدينا ونحن نتحدث عن داعش واقتصاد الإرهاب وعندما نذكر ونحلل أو قد نبرر شوع هذه الظاهرة لابد أن نتحدث أنها أيضا هي الآن هي واقع معاش وواقع معاش في العراق وسوريا وفي العراق له حالة خاصة بسبب مجموعة منظومة الأمور أو القيم المجتمعية التي فعلا دفعت جماعات كبيرة من أبناء هذا الشعب إلى تقبل وجود تنظيم لربما قد كان من الوحشية بمكان أنه شيء لم يكن معتاد عليه ضمن الأوساط الشعبية حتى العراقية لكن لابد أن نتحدث أيضا عن واقع اقتصادي مرير كان معي في الستوديو البرنامج وما زال هو الدكتور هلال أدوليمي تحدثنا معه أيضا لابد أن ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل الكاتب والصحفي الدكتور عبدالغني علي يحيى مرحبا بك الدكتور عبدالغني علي يحيى أهلا وسهلا نعم دكتور عبدالغني يعني عندما نتحدث اليوم عن وجود نظام جديد من اقتصادات المنطقة نتحدث عن اقتصاد الإرهاب ونعني به اقتصاد تنظيم الدولة داعش كيف تنظرون إلى انعكاسات حرب الإرهاب المتمثل بداعش وأتباعه على الوضع في إقليم كردستان العراق نعم لقد تردد في الآوين الأخيرة أن هناك متاجرون في الأقليم بالنفط الكردستاني والتعامل مع داعش سواء عن طريق تزويده بالأسلحة أو شراء النفط منه ولقد ذكرت الصحف المحلية أن نحو 360 ضابطا وأربعة منهم برطبة اللواء متورطون في هذه التجارة كما قيل أيضا أن هناك مقاولون وأثرياء كذلك ومسؤولون مدنيون متورطون في هذه التجارة أيضا ولكن مجلس القضاء لعلى في كردستان إلى الآن لم تصله وثيقة تدين هؤلاء الأشخاص أو تدموهم بالتجارة مع داعش ومع ذلك فالتقارير الدولية تشير إلى أن داعش يبيع النفط الذي يستخرجه أو من حقول النفط في العراق يبيع إلى الدول المجاورة منها دول عربية ومنها دول غير عربية أيضا ولذلك أرى أن وكما تفضل ضيفك أرى أن منطقة الخليج الأزمات التي تعصف فيها أزمات تختلف من حيث طبيعتها عن الأزمات التقليدية المزمنة التي تعصف ببعض دول العالم مثل الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين وكذلك قبل ذلك جدار برلين والمسألة القبرصية ومسألة الكونيتين فمنطقة الخليج كما نعلم منطقة غنية بالنفط لذلك فإن الأزمة في هذه المنطقة منذ عام 1988 اتخذت الأزمة هذه طابع الحروب الدولية حرب الخليج الأولى وكذلك حرب الخليج الثانية والآن الحرب الحالية أيضا تمتد إلى دولتين وتشارك فيها دول أخرى أيضا كالولايات المتحدة وحليفاتها في حالف الدولي والبالغ عددها نحو ستين دولة وأرى أن داعش لو لم تتوفر له الإمكانيات المادية الضخمة والتي تأتي هذه الإمكانيات من مصادر عدة منها التجارة بالبترول وكذلك الأتاوات والأضرائب التي يفرضها داعش والتبرعات التي تصله ونرى أن هناك تلوعا في مصادر ثروة داعش المالية ولكن لا ننسى أن الثروة هذه تأتيه بدرجة رئيسة من دول المنطقة وبالأخص في العراق وكذلك السورية حيث استولي داعش في سوريا على نحو ستين بالمئة من حقول النفط هناك وكذلك في العراق أيضا استولي حتى على نحو خمسة عشر حقل إضافة إلى ثلاثة مصافي للنفط أضيف إلى كل ذلك أن الدول الخليجية بدورها أو بالأحرى أشخاص منها أثرياء منها متهمون بدعم داعش ماليا لذلك أرى أن داعش يوم بعد يوم يتقوى موقعه المالي أو بالأحرى تزداد ثروته وبالأخص عندما بسط نفوذه على أجزاء واسعة من كل من العراق وكذلك السورية وقد يصبح بوضوح أكثر وأنت تتحدث عن مصادر دخل داعش هل أنت مع الرأي القائل بأن تنظيم داعش أو تنظيم الدولة هو يشكل فعلا قوة اقتصادية عظمى الآن في المنطقة بحكم ما تفضلت به يعني هو يحصل على تبرعات أيضا هناك قضية الفدية التي يحصل عليها من أموال أيضا هناك قضية النفط والغاز استلاءه على بعض القطاعات المصرفية هل هذه فعلا كافية لأن تجعلها قوة اقتصادية أم قد تكون مع الرأي الذي تقدمه بدكتور هلال أن داعش لا يمكن بجميع هذه المقاومات أن تشكل قوة اقتصادية هناك من يمول داعش مع من أنت؟ هناك صحيح هناك من يمول داعش ولكن لا ننسى أن داعش وحسب التقارير الدولية والدراسات يعتبر من أغنى التنظيمات الإرهابية في العالم وقد تقدم حتى على القاعدة وعلى جبهة النصرة كذلك ولكن لا ننسى ورغم القول أن داعش يملك الآن نحو ملياري دولار إضافة إلى ذلك فإن وارداته من النفط تبلغ مليوني دولار يوميا ولكن مع ذلك لا ننسى أن المبالغ التي يحصل عليها داعش تديم الحرب هذه تديم حربه ضد العراق وكذلك ضد السورية وضد الكورت كذلك وضد قوى أخرى أيضا أما هذه المبالغ لن تجعل من داعش قوى اقتصادية كبرى في المنطقة وعندي أن الولايات المتحدة لو أرادت تشفيف مصادر أموال داعش لتم لها ذلك بكل سهولة فكما نعلم أن التكنولوجيا الأمريكية والتكنولوجيا الحديثة بمقدورها أن تستهدف جسما بقدر حجم إبرة على الأرض فكيف تمر قوافل النفط من حقول النفط في العراق أو في سوريا وعبر نقاط كثيرة ومع ذلك أمريكا لا تستهدفها في حين بإمكان أمريكا أن تستهدف كل المواقع الحقول النفطية التي يستولى عليها داعش كذلك بمقدور أمريكا أيضا ضرب كل القوافل التي تحمل النفط إلى الخارج وتبيعه لمصلحة داعش نعم أتمنى أن تبقى معي دكتور عبدالغاني علي يحيا سأعود إلى ضيف الاستوديو أيضا للحديث في هذا المحور إذا يعني نحن من المثبت الآن أن داعش سواء كان هذا مصادر النفط هي تمول جميع عملياته أو هناك من يموله بشكل أقوى لكن أثابت أن داعش اليوم هو يستغل النفط العراقي كما يستغل النفط السوري هل يمكن لهذا النفط الذي يتمكن داعش من الاستيلاء عليه أن يعزز شوكة داعش على الأرض وأن يعزز من الماكنة العسكرية لداعش الجواب حقيقة مثل ما قال الضيف الكريم من أربيل سريحيا أنه لماذا تستغل النفط في هذه الدولتين وهي معلن عليها الحرب وتستطيع أن تبيعه بكل سهولة وأرجع إلى قرار الأمم المتحدة عندما أعلن الحصار على العراق لم يستطيع أن يخرج برميل نفط واحد خارج نطاق السيطرة الأمريكية نعم إذن عندما أرادت أمريكا أن تسيطر القضية واضحة جدا يعني النفط سيطرت على الأرض والنفط عندما نغلق عليها الجدار عندما تحدث عن المنافذ الحدودية الجدار نحن نملك الجدار ملكنا الجدار على شعب 13 سنة بتهمة كاذبة وقتلنا منه مليونين ونص ضحية الحصار كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لقلم الرصاص قلم الرصاص أن يدخل إلى العراق أو يخرج منه إذن وطبعا بغطاء دولة وغطاء الأمم المتحدة لماذا الآن تغض بصرها عن كل ما يحصل في العراق ليس بداعش عن كل شيء يعني القضية قضية سياسية معقدة مرتبطة بالمشروع نفسه هذه الأمور وتبريراتها على الأرض طيب استطاعت أن استطاعت أي قوة إرهابية تستطيع أن تحصل على مصادر المال لكن هل تستطيع أن تحصل على التكنولوجيا بقدمة في السلاح؟ إذا ظن العالم بأننا مجموعة من البشر لا تفقه شيئا في السياسة ولا في الاقتصاد فهم واهمون تجارة الأسلحة تصل إلى كل مجموعة إرهابية بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية وأنا مسؤول عن هذا الكلام الأسلحة التي يدعى أشلان كلها أمريكية ومنها لا يمتلكها الحكومة العراقية التي إذا كانت مليارين مثل ما تفضل الضيف الكريم تستطيع أن تديم حرب ميزانية العراق 150 مليار صرف على الجيش العراقي 40 مليار القضية ليست قضية بس المليارين وكيف تديم الحرب القضية أنه هناك دعم دولي منظم لكل الأطراف المتصارعة في العراق وفي الشام الهدف الأساسي منه هو كما أسلفت هو الاستنزاف لكل مكونات البلد والقضاء على البناء التحتية له هل نحن الآن نتخوف من أن تظهر قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة مستغلة طيب ليش ما الدولة العراقية صالها داع السنة ما قدرت تستثمر النفط لصالح هذا الشعب وهذه الدولة وهي دولة وتمتلك المنافذ وكل حرياتها وتبير إذن القضية ليست قضية فقط ليست قضية فقط الإرهاب في القتل ولكن القتل الاقتصادي الذي مارست الحكومة من النهب 1014 مليار المنهوب من العراق خلال 11 سنة باعتراف لجنة النزاهة العراقية 1014 مليار كم قضية فساد موجودة الآن إذن نحن نتحدث عن قتل بطرق مختلفة المفخخات التي تضرب بغداد وتضرب المحافظات كلها اللي ما بها داعش نعم لماذا لم نشاهدها الآن في الموصل وصل بسيطرة عليه داعش داعش رهابي هذا الوصف لكن لماذا لم تشهد سيارة مفخخة واحدة ولا نشهد قتل بكاتم صوت واحد لماذا في بغداد السيطرة عليه القوات الأمنية والميليشيات وغيرها 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 وهي بيد الحكومة ندفع دماء يومية مئة إلى مئة وخمسين إذا اليوم ما في تفجير هذا رحمة من رب العالمين نعم الآن بدأت مرحلة الابتزاز المنظم بالاختطافات في بغداد بمرأة ومسة بالحكومة واختطف مسؤول في بغداد أحد مسؤولين محافظة بغداد ويتوسط رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لدى قائد عصائب الحق قيس الخزاء لطلع صراحة إذن نحن أمام منظومة هي بالأساس منظومة متهرئة الذي يجي يعتاش على هذا البلد يعني أنت تقول قبل يعني أنت تحدث عن اقتصاد الإرهاب أو اقتصاد داعش يعني أنت تحدث عن ارهاب آخر وعن اقتصاد الميليشيات وعن ما يجري في هذه الساحة الإراقية المدى من الذي يدفعني أن أتجه إلى عدوي أخي الذي يشهر سلاحه بوجهي الذي يقتلني يوميا هذا أمضى علي من 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 سلاح الأجنبي الذي يجيني من بره القضية أصبحت هنا بالعراق قضية وجود عندما يستهدف الناس بأرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم وأبنائهم ويهمشون أعدي لي كم واحد من المكون أنا لا أمن بس النوشعة أنا أمن بالعراقية كم واحد من من اللي كانوا مشاركين بالعملية السياسية فقط لأنه سن حكم عليه بالعدام من المشاركين بالعملية السياسية عدي لي أهم نعم إذن الاستهداف هذا هو السبب الحقيقي بالعقلية التي تدير الآن أمريكا سلمت زمام الأمور في العراق لإيران ولا تسمح حتى للدول العربية ولا الدول الإسلامية أن تقب بوجه المشروع الإيراني والدليل إذا ما تمددت إلى الشام ما وقفت بوجه الملات المتحدة الأمريكية المليشيات الإيرانية تضرب وتقتل في الشام صارت لها أربع سنوات ما أحد حط على قائمة الإرهاب وتقتل في العراق حتى حزب الله يعني ينظم يعني قصد أنه يعني كل أطراف إيران نعم كل أذرع إيران كل أذرع إيران موجودة هذه أختي الكريمة قضية الاقتصاد شماعة ولكن الفكر الذي أسست عليه هذه المجامع التي لا ترتبط بدولة هنا هو الخطورة كيف نعالجه ولا يعالج بالحرب أبدا أبدا يعني عندما نرجع إلى قصص التاريخ يجب أن نستفاد بأن الفكر لا يحارب بالسلاح يحارب بالفكر والفكر المضاد نحن حقيقة أهمنا شبابنا وجعلناهم لقمة سائغة بيد الكل فكر منحرف يأتي يتكلم يلبس جلباب الإسلام أو جلباب النصرانية أو جلباب اليهودية ويتكلم باسم الدين والروحانيات لشباب أبعدناهم قسرا عن دينهم وعن خلقهم وعن مجتمعهم لم يجد مصادر عمل نعم حتى هناك أصبح هناك ضعف في الولاء أو الانتماء بمنظومة مجتمعية نحن نتحدث عن الوطنية عن روح المواطنة نعم دكتور هلال يعني اسمح لأيضا أنا أعود بالحوار إلى ضيفي عبر الأقمار الدكتور عبدالغني علي يحية إذا نريد أن نتحدث عن حرب نفطية بين إقليم كردستان وداعش اليوم خصوصا بعد قيام داعش بقطع ارتباط إقليم كردستان العراق مثلا مع كردستان سوريا وسيطر على خطوط تصدير النفط الكردستاني وتقدم داعش في محافظة نينوا وسيطرتها على مدن زمار وسنجار ومنفذ يعربية الحدودي وسعيها إلى السيطرة الكاملة أيضا على سد الموصل كل ذلك دكتور علي ألا يعتبر نقضا واضحا للعهد وتوافقات المكتوبة التي كانت بين الإقليم مثلا ودولة مثل الأردن تم توقيع عليها ألا يمكن أن تكون داعش تخرب هذه التفاهمات داعش من الصعب عليه أن يؤثر على سياسة نفطية لحكومة دقليم كردستان بدليل وقوع البئر النفطي في محافظة نينوا عنزالة وهي في يد قوات البيجمرق الكردية كما أن نفط كاركو كذلك في يد قوات البيجمرق الكردية وأرى أن من الصعب جدا أن يتمكن داعش من التلاعب بالنفط الكردستاني خصوصا إذا علمنا أن كردستان يصدر نفطه إلى الخارج أو النفط العراقي أيضا يصدر إلى الخارج عبر أنابيب تمر داخل أقليم كردستاني إلى ميناء جهان التركي ولكن مع ذلك هناك اتهامات أو أخبار عن تورض جهات في كردستان في هذه التجارة علما أنه لم يثبت من الناحية القانونية تثبت هذه التومة على أحد الكردستان بلد مستقر لذلك من الصعب جدا أن يتمكن داعش أو غير داعش من تلاعب بثرواته أي أنه عكس العراق تماما ففي العراق كما نعلم أن هناك فلتان أمني وفلتان قانوني وهناك فساد قوي للغاية لذلك من السهل على داعش أن يبيع النفط العراقي ويتاجر به ولا ننسى أنه حتى قبل العاشر من الحزيران أي قبل استلاء داعش على نحو أكثر من ثلث العراق كانت منظمة الدولة الإسلامية في العراق تجبي ضرائبها من النفط العراقي فلقد كانت لهذه الدولة حصة في نفط مصفى بيجي كما أن هذه الدولة كانت تفرض ضرائب على موظفي الدولة الصغار الكبار بالأخص في محافظة نيناء وكذلك في المحافظات الأخرى أي أن داعش ينتعش في أجواء الفوضى والفلتان الأمني والتي تسود العراق ليس الآن بل ومنذ سنوات ومنذ نحو الثلاث سنوات أيضا هذه الأجواء نجد تسود سوريا لذلك فإن هذه الأجواء والفساد المستشري في العراق تساعد داعش على ممارسة تجارته وتنمية ثروته المالية ليس من النفط فقط وإنما من مصادر أخرى كذلك كتبرعات والزكاة وكذلك النهب والسلب أيضا وقيامه بأنواع من التجارة لغرض الحصول على الأموال والإدامة بحربه ضد شعوب المنطقة طيب نحن نتفق معك دكتور عبد الغني أن أقليم كردستان هو يتميز بمنظومة أمنية متقدمة على الأقل على بغداد إذا حكمنا على الوجهة الإقليمية لوقوع أقليم كردستان من هذه المنطقة العربية هو متقدم جدا على بغداد لكن لا يمكن أن يشكل تنظيم الدولة تهديد حقيقي لأقليم كردستان عندما نتحدث عن الصعوبات في قطع مثلا الطرق تجارية ونتحدث أيضا عنه قد يلجأ فعلا إلى التخريب وإلى تهديد اقتصاد الإقليم ألا يمكن أن يكون هذا تهديد حقيقي؟ السؤال الغام بأنه لم أفهمه بوضوح نعم يعني أن تنظيم الدولة ألا يشكل تهديد حقيقي على إقليم كردستان من باب قطع الطرق والمواصلات التي تربط الإقليم بما يحيط به من الصعب جدا أن يشكل داعش تهديدا لإقتصاد كردستان أو النفط لأن النفط الكردستاني يمر إلى الخارج عبر تركيا وليس عبر السورية أو عبر الموانئ العراقية مثلا أو حتى عبر الأردن لذلك من الصعب أن يؤثر داعش على نفط الأقليم وكذلك حتى على الأجواء السياسية وعلى الأمن والاستقرار في الأقليم بالرغم من أنه أفلح في الأول الأخيرة من القيام بعمليتين إرهابيتين في مدينة أربيل ولكن هذه العمليات لا تشكل ظاهرة أو قاعدة فهي تتكرر بين كل سنة أو سنتين مرة الأمر الذي نستطيع معه القول أن أمن كردستان مستقر وكما قلت أن داعش ينتعش في أجواء الفوضة وغياب القانون والتصفيات الجسدية التي تتم الآن في المناطق الوسطى وبالأخص ضدها السنة والجماعة لذلك فإن داعش من السهل عليه أن يقوم بتجارته هذه وأن ينمي ثروته سواء في سوريا أو في العراق ولكن من الصعب عليه أن ينمي هذه الثروة في أقليم كردستان أو في أي بلد آخر مستقر كالدول الخليجية التي هي دول مستقرة ولها من النفط أضعاف ما لدى كردستان من النفط أرى أن من الصعب جدا وكما ذكرت في سؤالك من الصعب على داعش أن يؤثر في اقتصاد كردستان أو في النفط الكردستاني ومتى ما أصبح الوضع في كردستان كما الوضع في بقية الحال العراق وهذا ما لا نتمنى فآن ذاك داعش قد يمتد نفوذه إلى أقليم كردستان إلى النفط وما إلى ذلك نعم للأسف أدركنا وقت البرنامج شكرا جزيلا عن هذه المشاركة الطيبة الدكتور عبدالغاني علي يحيى وأنت الكاتب والصحفين ضمط معنا مباشرة عبر الأخمار الصناعية من أربيل شكرا جزيلا نعم مشاهدين أعود إلى ضيفي في الستوديو يعني في عجالة وفي دقيقة من وقت هذا البرنامج دكتور هلال أدوليمي يعني في حال ديمومت هذا الحرب وأنها طالت كيف يمكن أن أتوقع تأثير وجود تنظيم الدولة على الأراضي العراقية بما يوفر من فرص للذين يستفيدون من هذه الفوضى الخلاقة كيف يمكن فعلا أن يكون له داعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي وعلى أيضا بيع النفط العراقي وجود الاستمرار هذه الحالة من اللا انتظام أو الفوضوية المصحوبة بالقتل اليومي نعم من كل الأطراف نحن نلاحظ أنه استهلاك المواطن العراقي أصبح مادة الحرب وهذه المادة تستهدفى الولايات المتحدة الأمريكية وتستهدفى الإيران وتستهدفى الميليشيات ويستهدفى كل المنظمات الإرهابية التي أدخلت العراق مخرجات العراق الاقتصادية الآن بيد ناس يعني يمكن اسمحي لي أن يكون أول مرة أنا ضد قتل الإنسان بأي طريقة لأن هذا مبدأ الله خلقنا عليه ويحرم الله نفس قتل نفس الله بالحق لكن عندما تجد يشرع القتل لجهة ويحرم على جهة أخرى أنت تغالط الحقيقة نحن نتعرض إلى حرب إبادة حرب الإبادة التي تعرض لها أهل السنة لا يمكن أن تتكرر في التاريخ نعم يعني يقتل الطفل الذي عمره دقيقتين كما حصل في كاركوك دقيقتين يعني مستشفى الولادة يضرب بصاروخ طيارة مو داعش داعش يتينكم قاموا قاتلنا نحن قبل الإرهاب في الأنبار وفي غير مكان واستطعنا أن ندفعهم ونحجم دورهم ولكن عندما تأتي الدولة وتحاربين ويأتي آخر ويقف معي أنا ليس لدي القدرة أن أقول له له ولكن كف الظلم عني لكي أستطيع أن أثبت أن تثبت لي أنه أنت معي لكي أقف معك نحن الآن نعم 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 التدمير مقتصادي أختي التدمير الاجتماعي الآن الكارثة الاجتماعية أنه كل الطرفين يدعو الوصل بليلة وليلة لا تتصب الثنين نحن حقيقة نعم التدمير الاجتماعي هو الذي نخشاه وليس الاقتصادي الاقتصاد يعاد نعم هو مهم ولكن عندما تسيل علاقة ما بين الأخ وأخي هذا تأرثها طويل جدا وخاصة أننا مجتمع أشائري ومجتمع مهما كان ومهما كان من حضارة لكن تبدأ هذه الثارات لن تنتهي لأنها تحمل غطاء مذهبيا للأسف دكتور هلال أدركنا وقت البرنامج وهذا هو ختام هذه الحلقة ومشاهدين من برنامج الاقتصاد في ساعة نقشنا فيها العنوان العريض وهو داعش واقتصاد الإرهاب عندما نتحدث عن اقتصاد الإرهاب نتحدث عن أياد خفية ودول تستفيد فعلا من أن تكون شعوب هذه المنطقة هي تحت نار التنظيمات الإرهابية والميليشيات حتى التي تنكل وتؤذي وتقوم حتى بإبادة شعوب هذه المناطق مشاهدين أسمح لي أن أشكر ضيفي في استوديو البرنامج الدكتور هلال أدوليمي على وجوده معنا لا أنسى أن أشكر ضيفي عبر الأقمار الصناعي من أربيل الدكتور عبدالغني علي يحيا على انضمامه معنا وأنتم مشاهدين شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر